السلام اليوم سوف نحضر معكم محصر الدفروي اللي كتجي زوانة وزالة بالساف وصحية معها الدرمتان سنظروا بشي حاجة اللي تكون زوانة كيف ما كتشوفوا معي اخذ التفاح والبانال والخص والبس باس قطعتهم الطراف مزيان اللي كنزيد عليهم معلقة او شوش معلقة للعسل الحر الطبيعي وشوية ديالسكار لحاسب اللي كيبغي حلو مما انا كنبغي يضارو يكون شوية حلو او كنخلط العناصر مبعدية شمزيان كيف ما كتشوفوا معايا مع الفطر ارا كتتساكل منو غي جوج معلقات كتحسب راسك بانا كالعيز زوانة بزاف وصحية كيف ما كتشوفوا معايا الخص والبس باس اللي زوانين اللي كونو غير ذا كل ولدات صغر كيجي زوانين بزاف وارطبين كيف ما كتشوفوا معايا كيجي زوان بزاف وكاتشو كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخد الدقيق غادي نعجين العجينة ديالي كيف وكنحطها تخمار من بعد ما كتخمار لي كيف ما كتشوفوا معايا بحل هكا كناخد دقيق ديالي اللي انا غادي نجمع فيه دوك الكويرات وكنبدا نجمع كويرات صغار مع الكاميرا كيتبين كبير غا صغير ورين وكنبدا نسرح فيهم بحل هكا وكنخليم تنغطيم وكنخليم اخماره الحشفو اللي با غادي نعمر بيها اللي كناخد بيها الكفتا وكنزيد عليها شوي ذا البصلة مطحونة بزيان ونسرح معي القضي المطيشة ديال الحوك وفص واحد ديالتوم وشوابيل كاملين من بعد ما خمارت لي العجينة كيتما كتشوفوا معايا كنحط المقلة باش تسخن ونحط عليها دوك الخبيزة الصغار ما كنخليم غريش باش دو شوي روزهم ملتج وكنقلبهم يعني يلا كيبدو يصفاره كيف ما كتشوفوا معي اخوتي كي يجيو غزالين وكنحط المقلة ديالي على اسميج هذه الكفتا باش تشحر لي مع بديتها وكنبدو نحفق بيها مزيان باش دوك التوابيل يدخلهم مع هذه الكفتا وذي كنت اعطيتها هي المفعول ديالها وكنملي طابولي الخبيزة ديالي كنفتح الخبيزة كيف ما كتشوفوا معايا كيلي كيفتحها شوي مهم يتفتحها ممكن عمرها بديك الكفتا ديالي كتجيبنينة بزاف وكاته بل هدية النهاية كيف ما كتشوفوا معايا هادو ملخ بيزال ديالنا كيجيو زوينين مع الفطول وبسحة وراحة وكنتمنى لكم توفق الناجح وصيان مقبول ان شاء الله وباش ما كتمنى لكم كاملين ناس اللي خدامين انوي سهل عليكم مع تمارا بديال النهار كاملة وننساش ساعة ساعة مفيدة لألجتية